يعني بيكتشفوا انه النسخة اللي عندك غير اصلية ساعتها رح تحتاج لكراك او لوسيلة حتى تفعل الويندوز عندك مرة ثانية و رح تفعلها و ممكن يضل التفعيل للأبد و عادي تستقبل تحديثات على عكس ويندوز اكس بي لازم تعمل ترن اوف للأفدات عشان تستقبل تحديثات عفوا عشان تظلها النسخة مفاعلة اصلية و ما تظهر لك المجمة الثوء اللي المجمة بتاعت انه تبين لك هنا النسخة مش اصلية هذا هو البرنامج رح نستخدمه اسمه open7 activator رح يكون متوفر في الوصف اسفل الفيديو رابط لتحميل البرنامج البرنامج راح بموصف ميجا فقط حجمه و بنفع لتفعيل جميع النسخ الواندوز سواء كنت استخدم 7 starter واندوز 7 starter ولا ultimate ولا home basic ولا premium ولا professional يعني مهما كانت النسخة 7 الموجود عندك راح يقوم بتفعيلها حتى توقع بفعيلها حتى لو كانت معمارية 32 بت او معمارية 64 بت هذا هو البرنامج طبعا عشان تتاكد انه يعمل برنامج بشكل سليم يفضل لانه كراك والكراك بتعرفه انه برنامج خبيث او بعتبره انه فيروس مايكروسوفت البيتفندر هذا بلابسوا شو اسمه بعفوا مش ببيتفندر هو نسيت شو اسمه المهم انه حتى لو ضلو موجود مش مشكلة هسا كيف تستخدم البرنامج او الكراك بتحدد نوع جهازك اذا كان جهازك ضمن القائمة بتحددو ما كان ضمن القائمة عادي خليه زي ما هو يعني خليوه بس اش مهم انك مثلا لو كان جهازك HP تحط هون HP وتحط هون HP كان جهازك توشيبة تحط هون توشيبة وهون توشيبة فقط يعني تحدد نوع الجهاز هذون باقترح انك ما تلعب فيهم تخليهم زي ما هنه بعد ما تخلص بس اشوف هون احددلك شو نوع النسخة اللي عندك والدسورة الستارتر وهو لحاله يعني عمل تحليل وعرف شو النسخة اللي عندك هسه بعد ما تخلص تعمل انستول وبتستنى حتى يقوم بال بعملية النسخة حتى يفعل النسخة عندك حتى يفعل النسخة عندك ورح يقوم البرنامج يعني حتى بطقة هذا بيشتغل حتى لانه هو فقط بيقوم بالتعديل على الرجستري وبيقوم بوضع السيريال الاصلي بدل السيريال الموجود عندك وبالتالي تدفعل النسخة كأنها اصلية عندك على الويندوز بعد ما تخلص تضغط على انستول طبعا بعد ما يخلص البرنامج من تنزيل او التعديل على الرجستري راح يطلب منك انه يعمل ريستارت للجهاز بتعمل ريستارت للجهاز راح تلاحظ انه النسخة عندك صارت مفاعلة كيف تتأكد انه مفاعلة تضغط طبعا زي ما قلت راح تلاحظ هون بالاخير عند ويندوز اكتفديشن تستنى حتى تظهر لك شو الحالة هون شوف شو تلاحظ ومن شو تطلع لي ويندوز اكتفيتد يعني النسخة اللي عندك مفاعلة يعني خلص مش محتاج تفعيل بعد ما تعمل ريستارت تتأكد هيك انه النسخة اللي عندك صارت مفاعلة طبعا زي ما قلت راح تكون رابط هذا البرنامج متوفر في الوصف اسفل الفيديو ان شاء الله اذا كان هذا درسنا لهذا اليوم بتمنى ان يكونوا قد نال اعجابكم حتى يحين موعد درج جديد استودعكم الله الذي لا طبيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله